عمر لم يكن على هدي النبوة فنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ما كان فضا ولا غليظا ولو كنت فضا غليظا القلبي لم فضوا من حولك يعني إذن عمر طوال هذه السنوات التي يزعم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله فيها ما استطاع أن يكتسب أبرز صفة في رسول الله ذكرها الله تعالى في كتابه المجيد ما تعلم منه ما تهذب ما هذب نفسه وهذا الآن إشكال يرد به على إشكال تافه يوجه من المخالفين إلينا المخالفون لطالما دندنوا بهذا وعزفوا على هذا وكأنه إشكال عظيم يقولون أنتم الرافضة حينما تقولون إن الصحابة ارتدوا هو مو إحنا اللي قلنا هو النبي صلى الله عليه وآله قال قال في حديث الحوض إنهم ارتدوا على أدبارهم من بعدك القهقرة صحيح حديث صحيح كل الأمة مجمعة عليه ويقول لا يخلص منهم إلا مثل هم للنعم يعني يقول عامتهم أكثرهم أصحابي ذولا كلهم شنو؟ ارتدوا بس الآن هذا الارتداد متفاوت في النسبة هذا موضوع آخر بس المهم خلاصة الكلام أن نقول ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله مع ذلك يحاسبوننا كيف تقولون هذا الكلام؟ معنى ذلك أن النبي والعياذ بالله قد فشل في تربية أصحابه ويضربون أمثلة يعني يتفذلك يتذاكى المخالف تلقى شيخ وهابي لحية طويلة وخالش معه وحف أو حلق شاربه وقصر ثوبه ويجي يخرط حشي على الناس يقول هس أنت إذا الآن عندك مثلا دكتور بالجامعة وفي شعبته أو في فصله مئة طالب والذين ينجحون من المئة الطالب عشرة فقط تسعين بالمئة رسبوا ماذا تقول عن هذا الدكتور؟ ألا تقول أنه دكتور فاشل؟ ما أتقن تربية وتعليم تلامذته؟ ما أدري هذه عقول الوهابية من أين تستورد؟ من يقول فاشل؟ ليش؟ ما صاير هذا؟ يصير لو ما يصير؟ يصير عامة الطلبة رسبوا ثم ماذا؟ ما صوتش الدكتور ولا صوتش المعلم ليس هو من مسؤولياته أنه لازم ينجح العالم وإنما يختبر هو المهم أنه يعلمهم ويربيهم ثم بعد ذلك يختبرهم فالمقصر هو الذي يرسل هذا دوره فقط فلا بأس الآن نقول هذا الإشكال نحن قبلناه ونحن نورد عليه إشكال آخر أنتم من تحيرون بحل هذا الإشكال وهو أنه واحد ممن تعتبرونه من أبرز تلامذة رسول الله صلى الله عليه وآله التلميذ الثاني يعني أنتم عندكم التلميذ الأول أبو بكر التلميذ الثاني منه؟ عمر وهذاني ماكو الأول على الصف ذاك الثاني اللي طلع مو الشكل؟ هذه الميدالية الذهبية ذاك عنده شنو؟ الميدالية الفضية واقف يمه والبرونزية عندما عثمان بعد زين هذا أبو الميدالية الفضية هو بنفسه بشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ما تهذب على يد رسول الله يعني ما هذب نفسه مع طول صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله فحتى هذه الصفة البارزة الأبرز في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الحكيم وهي أنه ما كان فضا ولا غليظا ما تعلم منه عمر ذلك ولا اكتسب منه هذه الصفة فماذا تقولون؟ أتقولون؟ ولا يسعكم رد ذلك هذه حقيقة رواياتكم أيضا تذكرها فهل تقولون إن نبينا والعياذ بالله فشل في تربية عمر؟ أم تقولون إن عمر هو الذي فشل في أن يربي نفسه على يد رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن تقول الثاني صرت رافضة مبروك